السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة بنتكلم في حلقة جديدة من كورس اردوينو حلقة النهاردة ان شاء الله تتكلم عن ازاي ان انت تزود عدد بتاعتك في الاردوينو الان اتكلمنا في حلقة قبل كده عن وكلامنا كان بيخص ده كان الموديل بتاعه في الحلقة دي كنا تكلمنا عن ازاي ان انت تزود عدد الديجيتال اوت بوتس اللي موجود عندك في الاردوينو وشفنا الكلام ده وشفنا تطبيقات عليه تطبيق ال led باستخدام ال lads والتطبيق الثاني بتاع ال 7 segment وشفنا ازاي نوصل اكتر من shift register مع بعض ولكن كل ده كان علشان نزود عدد الديجيتال اوت بوتس اللي موجودين عندك في الاردوينو حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان احنا نزود عدد الديجيتال اينبوتس تمام المداخل بتاعة الاردوينو بعد انتهاء حلقة النهاردة يبقى انت كده قادر تزود عدد المخارج والمداخل بتاعتك في الاردوينو بكل سهولة باستخدام الشيفت ريجستر طيب الشيفت ريجستر بتاع الحلقة اللي كنا بنزود فيها عدد الديجيتال اوتبوت كان نوعه ايه كان النوع بتاعه سيريال ايمبوت بارليل اوتبوت خلاص يبقى انت كنت في الحلقة دي كنا بندخله سيريال ديتا تمام هو يحول لسيريال ديتا دي لمجموعة من البراليل اوتبوت بيخرج للكلام اللي انا ببعته له سيريال على بنائة ديتا واتنين كنترول واحدة قلوك وواحدة لاتش ويحول للكلام ده لبنائة على التوازي فكان بيحول من توالي لتوازي علشان نزود لعدد الديجيتال اوتبوت هنا علشان نزود عدد الديجيتال ايمبوت محتاجين ان احنا نعمل العكس نحول التوازي توالي يبقى انا اوصل مجموعة الامبوت بتوعي على المداخل والمداخل هتكون هنا في الحالة دي توازي والمخرج بتاعها يبقى ديتا على التوالي او سيريال ديتا يبقى انا هنا بعمل العكس هنا بص النوعية بتاعته ده تمانية بيت يبقى ده العكس من طيب ايه هو اللي احنا نشتغل معه النهاردة الرقم بتاعه سبعة اربعة اتش سي مية خمسة وستين ليه انت اخترت الاي سي ده بالزات ده فيه طبعا انواع كتيرة قوي من باستخدام النوع بتاع النهاردة هو المتوفر في مصر عند تمام يبقى ده النوع متوفر في مصر فعلشان كده اتكلمت عنه فيه نوع تاني النوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هيحتاج اربعة بنات من الاردوينو تلاتة كاوتبوت وواحد كايمبوت خلاص يبقى هنحتاج اربع اطراف من الاردوينو هنوصل عليهم الشيفت ريجستر بتاعي النهاردة فيه نوع تاني ده هو النوع التاني اللي هو سي دي اربعين واحد وعشرين النوع ده بيحتاج فقط تلات اطراف من الاردوينو او من المايكرو كنترولر بتاعك فالنوع ده طبعا افضل بس مش متوفر في مصر حاليا ان شاء الله حلقة النهاردة هتشمل ان احنا هنتعامل مع واحد شيفت ريجستر من النوع ده وكمان هنعمل طريقة الديزي تشيند او هنوصل اكتر من شيفت ريجستر مع بعض عشان نحصل على عدد ديجيتال امبوتس اكتر اكتر من تمانية من ستاشر تمام فده ان شاء الله هنشوف حلقة النهاردة وحلقة النهاردة لتطبيق هيبقى على برنامج بروتيس برنامج السيميوليشن اللي تكلمنا عنه في حلقة قبل كده لو ما شفتهاش يستحسى ان انت ترجع لها علشان تشوف عملية محاكاة الكود هتتم ازاي باستخدام الشيفت ريجستر في حلقة النهاردة والاردوينو طيب ايه المهم بالنسبة لنا هنا في الديتاشيت المهم البين كونفجريشن ده البين كونفجريشن بتاع الاي سي اللي هنتعامل معاه هنلاقي حاجة اسمها شيفت لود دي بانها هنتعامل معاها النهاردة من ضمن البينات اللي هنتعامل معاها دي كونترول بتبقى بيجي لها من الاردوينو بيدخل عليها من الاردوينو الهنا برضو طبعا بتوصله بالجراوند مش هيبقى مذكور ده في برنامج البروتيس فده انت عارفه يعني انت هتوصل رقم تمانية لو اتراف رقم تمانية بالجراوند ترقيم بيبقى من النوتش دي بتخلي النوتش على ايدك الشمال كده وبتبدأ ترقيم من تحت واحد اتنين تتاة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبعد كده تطلع للطرف الفوق تسعة عشرة وهكذا زي ما هو باين هنا كده الترقيم خلاص ابقى انت بتوصل وبتوصل ده لما تيجي توصل الدايرة كهاردوير دايرة حقيقية طيب الكلوك انهيبت ده هنشوف ده برضو ده بيستخدم كديجيتال اوتبوت من الاردوينو بيجي له طرف ديجيتال اوتبوت من الاردوينو طيب ابقى كده ما عادش على طرف واحد وهو الكيو اتش الكيو اتش هو ده بقى السيريال اوتبوت ده طرف السيريال اوتبوت ده هيبقى اوتبوت بالنسبة للاي سي هيبقى هيبقى ايمبوت بالنسبة للاردوينو يبقى ده هتوصل على طرف ديجيتال ايمبوت من الاردوينو بحيث هو ده اللي هطلع عليه الديتا في الاخر اللي هي هتتحول او البراليل ايمبوت اللي هتوصل على الاي والبي والسي والدي والاي والف والجي والاتش دول تمانية ايمبوت بالنسبة للاي سي دول اللي هتوصل عليهم مثلا زي حلقة النهاردة هوصل عليهم الانبوت سيبتوعي. تمام? في حالة ان انا زبطت الكونترول خلاص اخد من الوضع الحالي للاطراف دي. بيبدأ يترجم الكلام ده على الطرف بتاع الكيو اتش او بحيس اخد الكلام ده على الاردوين وابدأ اتعامل معه. يبقى دي الاطراف اللي هنتعامل معه في حلقتنا طبعا. الطرف بتاع ده عبارة عن امتا هيستخدم في حالة ان انت وصلت اكتر من يبقى نبدأ ناخد الخارج او الكيو اتش بتاع التاني ده دخله على خلاص. بقى دي الفكرة في حالة توصيل اكتر من ان شاء الله نشوف الكلام ده. ايه اللي هيهمنا تاني في اللي هيهمنا هو اللي احنا شايفينه ده. طيب هنستفد من ده ايه? ده بيوضح لك طريقة عمل طريقة عمل في الطبيعي انت بتخرج على المخرج بتاع الكلوك. تمام? يعني بتاخد بالنية دي جتال او ضمن الاردوينو. بتعينها ككلوك. وبتبدأ توصلها بالكلوك بتاعة الشيفت ريجستر. الكلوك انهيبت. الكلوك انهيبت بيبقى بهاي طول ما انا بست بتاعة الاي سي او بتاعة الشيفت ريجستر. ده بيبقى بهاي. اول مبدأ زي ما كنت بعمل في في حالة الشيفت ريجستر اللي شرحناه في الحلقة اللي فاتت. ده طول ما هو بهاي. الاي سي ايه? بيعمل بتزبط له الاعدادات بتاعته. اول ما يبقى بلو بيبدأ يطلع الخارج على او خلاص بيبدأ يطلع الخارج هنا الخارج اللي هو ايه? اخده من الاطراف بتاعة الاي سي. طيب يبقى ده بهاي. في البداية ده لازم يبقى بهاي. طيب بعد كده بالنسبة للشيفت لود ده بيبقى بهاي. اول ما يبقى بلو بيروحي الكيم اللي موجودة على التمانيةboards. يعني ايه? يعني انا دلوقتي مفروض اننا مش هبدا اخد القيم اللي موجود على دول. انا مسلا ضغط او سايبه هم اختخال معا عندي تمانية بوش بوتن موصل لهم بالتمانية مش هبدا اخد قيمتهم الا ما يبقى ده بلو. اول ما يبقى بلو. ابدأ اخد القيم اللي موجودة على الاطراف اللي موجودة على الاي سي اللي هي البرالل ايمبوت. الاي والبي والسي والدي وهكزا لحد الاتش. يعني مسلا هنا الاي كان باتش بهاي. البي بلو. السي باتش لو هاي لو هاي هاي. تمام? دول قيم. بعد كده اروح تراجع تاني هنا ده بالنسبة للود. بعد كده امعمل ايه? بروح منزل او مخلي اول ما اخلي اللي يحصل الخارج يبدأ يخرج لي على اللي هو كان متمثل في ايه? القيمة اللي اتعمل لها او اللي اتلقطت لما اللي اتلقطت من على اطراف يعني من تحت الفوق بقى تمام? من تحت الفوق يعني من يعني باخد احطه في البداية طيب. هنا هو هيبقى ايه? هيبقى ده. يبقى هاخرج الاتش. بعد كده الاتش. بعد كده الاتش. بعد كده الاتش الاتش. تمام كده? ده ده بيعكس لك القيمة اللي جالك لو انت عايزها معكوس يعني هنا يبقى 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 ده بتاع طيب نفتح برنامج بعد ما البرنامج اتفتح هنبدأ ندرج المكونات عن طريق ان احنا هنضغط هنا نقف عند ونضغط به ونكتب الكمبوننت اللي هندرجها هندرج اردوينو. اردوينو اونو. وهي هندرج الاي سي هنكتب الرقم بتاعه. طبعا كله عليك او اكتب سبعة اربعة اتش سي واحد ستة خمسة. هيزهر لك نوعيتين. انت لو جيت اصلا تبصها تلاقي النوعية المتوافقة مع الشكل اللي احنا شفناه هي السبعة اربعة اتش سي واحد ستة خمسة اللي هو اللي فوق. تمام مجرد ما نضغط عليه ضغطتين هيتم اضافته. بعد كده نضيف البوش بوتون. ده هنستخدمه. بس هما هي دي الحاجات اللي احنا هنضيفها. نبدأ نضيف الاردوينو. ونضيف. ونسيب البوتون شوية. نبدأ في عملية التوصيل. اللي هو اللي قلنا لو في حالة احنا وصلنا اكتر من بناخد بتاع التاني ندخله على خلاص زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت بتاعة الخمسة تسعة خمسة. الخمسة تسعة خمسة. طيب هنا المفروض ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انت المداخل بتاعتك هتوصلها من دي زيرو لحد دي سبعة. طيب بالنسبة هتعين له طرف من الاردوينو. يعني مسلا. انا هعين طرف رقم عشرة عشان احنا احنا اتعودنا عليه من الحلقة اللي فاتت. خليه مسلا طرف تسعة. والشفت لود او لود بين. هنخليه. رقم تمانية. مسلا والسيري الاوتبوت او الكيو اتش. هنوصله على مسلا اه طرف حداشر. مسلا يعني. يبقى دي التوصلات الاساسية زي ما انت شايف الاي سي هنا ملوش ولا ده بتوصلهم يعني بطريقة بديهية وانت بتوصله كهاردوير في الواقع. احنا بنعمل دلوقتي للدائرة لان مش عندي الاي سي ده كهاردوير. طيب نبدأ نعمل ايه تاني نوصل المداخل بتاعتنا اللي احنا اصلا هدفنا من ده نحن نوصل تمانية يحول لنا الكلام ده على اربع اطراف فقط يبقى وفرنا اربع اطراف في الاردوينو في حالة عايزين زيادة يبقى نوصل تمانية كمان على نفس الاربع اطراف بس فالامبوت يزيد وهكزا. هنعمل ده ازاي? هنيجي عند بتاعت ومن ومن باور. احط باور اللي هو خمسة فولت. انا برايح دماغي بيننا المعدة حدد الفولت ده على طول بمثابة الباور بتاعك في الدايرة. هنوصل طيب توصيل هيبقى ازاي? لازم اننا لازم اننا اعمل بول داون رزيستور. بول داون رزيستور يعني في الطبيعي موصلة له للبنات دي. اول ما اضغط على البوش بوتون يوصل هاي. تمام? يبقى انا لازم اتعامل مع البول داون رزيستور في الحالة دي. فبالتالي لازم استخدم مقاومة. يبقى انا هضيف كده لليستة الكمبوننت. رزيستور. نوضفة الريزيستور. ابدأ ان انا اوصل مقاومة مع البوش بوتون. ويه ابدأ ان انا اعمل ايه دلوقتي? ابدأ ان انا اخد طرف كده من هنا. رايح على الدي زيرو. طيب هكرر الكلام ده بالزبط. هزافيره. تمام? احنا كده وصلنا التواصلات. يعني شكلها سيء في التواصلات. ممكن نبقى ناخد طريقة في لما نيجي نوصل اتنين تسهل لنا عملية التوصيل بدل المنظر ده. اشرح لك طريقة تانية يعني بختلف. في البداية بس احنا عايزين ايه? نجرب الكلام ده. احنا كده خلصنا توصيل الدايرة كهاردوير. بخليك فاكر. بخليك فاكر ان بتاعتك على بالناية رقم عشرة. اه على بالناية رقم تسعة. على بالناية رقم تمانية. على بالناية رقم حداشر. التلاتة دول هيتعينه ده هيتعين كايمبوت. يبقى احنا في البداية كده هنعمل للكلام ده. طيب بعد كده بقى نيجي لجزئية. احنا عايزين نعمل ايه في عايزين نعمل التايمينج دياجرام اللي شفناه. في البداية احنا كنا بنتأكد ان بهاي. يبقى انا دلوقتي هقول له بهاي. طيب كنا بنعمل ايه تاني? بنتأكد ان البداية بتاعت اللود كانت بهاي برضو. تمام كده? طبعا ممكن تدي دي للكلام ده وممكن ما تديش دي لياي. يعني في الجزئية دي ممكن تدي دي لياي. دي لياي هيبقى حابب في ده. ولكن انا مش هدي لك دي لياي. انا بس هعملولك كده عشان تبقى اخي ببالك ان انت ممكن تحط دي لياي هنا. لو ما حطتش دي لياي هيشتغل برضو بشكل طبيعي. فيش اي مشكلة. يبقى احنا ضمننا ان ده بهاي وده بهاي. طيب نبدأ نعمل ايه? نبدأ نخلي تمام? عشان ابدأ حالة بعد كده بعد ما ده بقى مفروض ان انا اعمل ايه? ارجع خليه بهاي مرة تانية. انه خلاص اخد حالة البنات. ارجع خليه بهاي مرة تانية في البداية اتاكدت ان ده بهاي خليت ده بهاي بعد كده خليت ده بهاي. بعد كده اروح تنزل لده خليته خلاص في الكلام ده. بعد كده لازم ارجع ده هاي مرة تانية. رجع بعد كده ارجع اخلي ده علشان يبدأ يكابتشر الكلام ده. خلي بالك من النقطة مهمة جدا. لازم لما تيجي تخلي قبلها على طول تبقى متأكد ان بتاعتك العادية بدأ من يعني انا اديها بعد كده اخلي علشان هتحصل مشكلة لو ما عملتش كده هو في حالة البنات اللي متوصلة على دي سبعة مش هتتقري الا لما تبدأ بهاي. علشان اضمن ان الكلوك دي تبقى بهاي بقى هخليها بهاي قبل ما اعمل الكلوك دي بلو. الكلوك انهيبت بلو. يبقى انا هرجع تاني اللوت بهاي. رجعت تاني. بعد ما خليت اللوت بلو رجعت اللوت بهاي. وهنا زي ما قلت لك هقول له دي جيتل. الطرف بتاع الكلوك العادية هخليه بهاي. وبعد كده دي جيتل. الكلوك انهيبت. لو هخليه بلو. وابدأ اعمل ايه? انا كده خلصت المخطط الزمني. ابدأ هنا اعمل ايه? ابدأ اقول له بايت. احجز متغير من نوع بايت. اقول له ريسيف مسلا ده اللي هيستقبل او ده اللي هحط فيه البيانات. هقول له ايكول. هقول له ده اللي تشيفت. تخلي بالك في الحلقة اللي فاته كنا بقول شيفت شيفت اوت. كان هيخرج البيانات. تمام? كنت بخرج البيانات هنا من الارديون وبابعتها للشيفت ريجستر وايتعامل معها. هيعمل لها شيفت. تمام? ويبدأ يخرجها على الاود. هنا هقول له شيفت ان. طيب بالنسبة ده اللي تشيفت ان. كنت بادخلها اول حاجة ايه? اول حاجة كانت بتاخد البناية بتاعت الديتا. ده هي السيريال اوتبوت. هقول له بقى السيريال اوتبوت. تاني حاجة البناية بتاعت الكروك. تالت حاجة الاردر. احنا كده خلصنا حطينا القيمة اللي هتطبع في الريسيف. عايز بقى ابدأ اطبع الكلام ده على السيريال علشان اشوف الخارج بتاعه. هنحتاج نعمل فور لوب. هتحتاج تعمل فور لوب ليه? احنا عايزين نطبع كده على السيريال. في حالة ان ما تضغطش اي حاجة هيتطبع لي مكان التمانية بت. لو انا ضغطت اول زرار يبدأ يعمل لي كده. لو انا ضغطت تاني زرار يبدأ يعمل لي كده. تالت زرار وهكزا. وهكزا لحد ما اوصل لايه? لحد ما اوصل لاخر حالة ان انا ضغطت الزرار الاخير كده. يبقى احنا عايزين نطبع الكلام ده عشان نطبع المنظر ده تمام? محتاج ان انا تعامل في المتغير الاسم الريسيف مع كل بيت بشكل منفرد. يعني اتأكد ان البيت الاولاني ده لو بيساوي زيرو اطبع على السيريال زيرو. لو بيساوي واحد اطبع على السيريال واحد وهكزا. هتأكد من دي ازاي? يبقى انا محتاج اتأكد من التمانية بت. طبعا الترقين بيبدأ من البيت زيرو لحد البيت سبعة. فهحتاج فورلوب. انا كده محتاج فورلوب هقول له انتجر اي اكول زيرو. اي اصغر من تمانية يعني سبعة. من زيرو لسبعة يعني. اي بلاس بلاس. هنبدأ نعمل اف هنا هقول له اف. في ده اللي اسمها. البيت ريت دي بتروح بتديها بتاخد حاجتين. دي جاهزة. بتاخد اول حاجة المتغير اللي انت هتعمل عليه عملية المقرنة. بعد كده كومة بعد كده رقم البيت اللي انت عايز تتشيك البيت ده بيساوي واحد ولا بيساوي زيرو. خلاص يعني بتتشيك القيمة بتاعة البت. يعني ده بيرجع لك قيمة البت. اللي انت رايح تشوف كمته. يبقى انا هنا هتدي له المتغير اللي اسمه وهتدي له قيمة الاي. في الحالة الاولى هيبقى زيرو حالة التانية واحد وهكزا. هيبدأ يفحص البتات واحد ورا التاني. اكول اكول زيرو. يبقى هنزل اعمل ايه? هقول له. دوت برينت. زيرو. هطبع على زيرو. ده لو القيمة بتاعت البت بتساوي زيرو. الس. اف. نفس الكلام. تمام? في النهاية بعد ما خلص الخالص. هقول له عشان يسيب سطر. وبكده ابقى خلصت. نبدأ نفحص الكود ده مزبوط. ولا فيه اخطاء فيه اي تمام كده انتهينا. الكود مفيش فيه اي اخطاء برمجية علشان نعمل سيميلايشن لازم احفظ البروجيكت ده. نقول له مسلاً وان. شيفت. اين. كده عملت سيفة البروجيكت من سكتش زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. اقول له اكسبورت كومبايلد بايناري. عشان يجنريت او يقوم بتوليد ملف الهيكس اللي هتعامل معايا في البروتيوس علشان اعمل محاكاة. كده خلاص تمت عملية تمت عملية توليد الملف. نبدأ نفجع تاني للسكتش بتاعنا. تمام? نبدأ نعمل ايه? هنضغط هنا. وينحدد الهيكس فايل. تمام? هيظهر لك ملفين. ملف فيهم باسم ستاندرد هو ده اللي انا هختاره. ملف فيهم هيبقى لأنا هختار الستاندرد. ويقول له اوكي. وابدأ ان انا اضيف يبقى اجي هنا على الجزئية دي. واجيب بعد ما بختار احنا عرفنا ازاي نوصل الار اكس بتاعه مع التي اكس هنا. والار اكس هنا مع التي اكس هنا. عشان نبدأ نشوف الديتا اللي تتطابع على السريل. نبدأ نعمل زي ما انت شايف عشان احنا ما حطناش اي دي لاي. عشان ما حطناش دي لاي في الكود. الطباعة بتتم بسرعة كده بيطبع صفار لان فيش اي حاجة انا دخلتها على دول. هبدأ اجرب اول واحد. افضل ضغط افضل ضغط زي ما انت شايف بيطبع واحد في اول خانة. يعني انا قص ممكن كده اضغط هنا. عشان نفضل مستمر بالضغط. اهوا واحد في اول خانة. طيب رحت انا شايل هنا وضغطت هنا. واحد في تاني خانة. شلت هنا ضغطت هنا. واحد في تالت خانة وهكزا. رابع خانة. خامس خانة. سادس. سابع. تابن. فاحنا كده غطينا الكلام ده كله. احنا كده غطينا الجزئية دي كلها. طيب انت طبعتها بالمنظر الغريب ده فانا عايز اشوفها يعني انت ممكن تعمل زي كده بالزبط. عملية مسلا لو انت عندك تطبيق التمانية بوش بوتن دول وصلين على تمانية في الاردوينو. تمام? فانت محتاج لما تضغط البوش بوتن الاولاني. هنا هتعمل هنا نفس الفكرة يعني بدل ما تطبع دي بدل ما تطبع القيمة دي. يعني في اول حالة هتعمل يعني تعالى مسلا بعد ما عملنا ده. نعمل مثال بسيط. مثال ده بيقول ايه? لو انا ضغط على اول مفتاح على الشمال خالص نور لي اللي داية رقم تلاتتاشر في الاردوينو. فهبدأ هنا. خلاص واجي هنا اقول له. لما كنت بضغط اول مفتاح كان بيخرج لي واحد. خلاص? اللي بعده عشرة. اللي بعده مية. اللي بعده الف. اللي بعده عشرة تلاف وهكزا. يبقى انا هنا هقول له. اف اف مين بقى? اف واحد. واحد. ده كديسيميل. اللي احنا كنا بنطبعها لكم اللي كنا بنطبعها دي كبايناري. لكن هنا هنتعامل بالديسيميل. خلاص? هقول له كده. ديجيتال. رايت. ال اي دي. هاي. ايلس. ديجيتال. رايت. ال اي دي. ولو. وابدى ادي ديلي بسيط هنا كده. ديلي مسلا عشرة ميلي سانية. عشرة ميلي ده. اخليه مسلا مية مية ميل دي سانية. بس الكود على كده. على نفس الهيكس فايل. على نفس الهيكس فايل. هبدأ ايكس بورت كومبايل دي بايناري. في في سيمي كولن. خلاص. هنروح هنا. اولا هنغير الفايل ولا اي حاجة هو عمل او ديت اصلا. يعني عمل على نفس القيمة. طبعا انا لغاية الطبعة على السريل. فانا متوقع هنا اعمل ايه? لازم اضيف في البداية. فهاجي هنا مسلا. اضيف اضيف مقاومة طبعا لازم يخلي كونة المقاومة. طبعا انا اخترت كميتها عشرة كينة. ممكن تخليها واحد كيب راحتها كينة. هنا انا هخلي الكويمة تلتمية او متين وعشرين اوم. نحط الجراوند. بعد ما نخلص عملية التوصيل ونبدأ نعمل طبعا زي ما انتا شايف اللي الداية بتشتغل. اول ما بشيل ايدي من على اللي الداية بتطفي. تمام? يبقى انت كده خلاص عملت التطبيق. عرفت ازاي تعمل عملية المكان. طب لو انا عايز البنات التانية. لو ضغطت على التاني. عمل يبقى واحد عشرة مية وهكذا. لكن انا هنا هتعامل الرقم اللي بكتبه هنا ده يعني ايه? واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين. كلام ده شرحناه في بداية الديتا والديتا في بداية الحلقات بتاعة الكورس. يبقى ده بيمثل واحد ده اتنين اربعة ستة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين وهكذا. واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين وتلاتين مية تمانية فاللي بعده في الحالة دي هيبقى اتنين. انا هكتب اتنين بس هنا. اعمل استوب وابدأ بلاي تاني. لو ضغطت هنا كده هيبدأ شوف ينور الدي. لحد ما اوصل لده ده قيمته مية تمانية وعشرين. يبقى هكتب هنا مية تمانية وعشرين. وابدأ. كل اللي عليه بس استوب وابلاي تاني هيبدأ يطبق الملف الجديد. اخر قيمة اهو. اخر اخر بوش بوتون ينور الدي. طبعا لو ضغطت اي حاجة تانية كيش حاجة تنور. بقى انت كده عرفت ازاي بقى ايه تدرايف الكلام ده تبدأ تشغل الكلام ده عندك في الاردويني. رايب الجزئية اللي هنتكلم عليها دلوقتي في حالة ان احنا ضفنا اتنين شيفت ريجستر. ازاي هنضيف اتنين شيفت ريجستر. التعديل في الكود هيبقى تعديل بسيط عن الحالة الاولى. تعديل بسيط قوي في الكود. يعني هننسخ مع اختلاف بس حاجة بسيطة قوي في الكود. هنا بقى في التوصيلات. طبع انت شايف الدنيا عاملة ازاي هنا. فهاجي هنا. الحالة دي بقى هستخدم طريقة جاهزة في التوصيل. بمعنى. انا مسلا هنا. لو جيت ضفت بالمنظر ده. في طريقة هنا في التوصيل. اسمها ديفولت. هتيجي هنا في جزئية الترمينالز مود. لو ضغط ديفولت ده بتبدأ تثبط الايكون دي. بحيس ان انا مسلا اجي هنا كده. اوصلها كده بالمنظر ده. خلاص. اللي بعدها نحن نفس الكلام. اجي هنا. اجي هنا. طب هو ايه ده ايه ده اصلا? اقول لك. ده الطرف الاول. تقدر توصل به اكتر من حاجة من غير ما تقعد تعمل اسلاك توصيل بالمنظر ده. يعني ان لو انا عايز مسلا لو انا عايز اوصل الطرف ده مسلا بحاجة عندي مسلا باور. مسلا عايز اوصل الطرف ده بالباور. بدل ما اجي احط حتة سلكة كده لا الموضوع يتم ايه? بدون اي اسلاك. هاجي هنا تاني. اقول له ديفولت اصبت شكل الايكون. ما يبقاش بس شكلها غبي. هاجي هنا كده اروح اعمل كده. وبالمنظر ده. مجرد ما اديها او لابل نفس اللابل اللي هنا ده معناهم ان هم اتصلوا ببعض. يعني لما اجي اعمل كده. اقول له مسلا الواحد. اي حاجة المهم يبقى نفس الصيغة اللي تكتب بها الحاجة هنا تكتبها هنا. الواحد. تمام? يبقى ده اكي انه وصل بده بحطة سلك. طيب افرد انا عندي حاجة تاني. عندي هنا. عندي مسلا برضو باور تاني. او اي حاجة تانية مسلا. يعني ده على سبيل المسال. وجيت هنا مسلا راح تعمل كده. كده. واعيز كده. واعيزهم يوصلوا ببعض. يعني المفروض ده طالع منه سلك واصل هنا وواصل هنا. هاجي هنا برضو اروح كاتب نفس الواحد. يبقى ده معناه ان ده حتة سلكة طلعت من هنا ووصلت هنا ووصلت هنا. من غير اي اسلاك. من غير اي تعقيد في الكود. يبقى ده وظيفة خلاص. الجزئية او بتاعت. تعال بقى نفتح جاهز. نوصلته قبل الحلقة عشان ما نضيعش وقت. بص هنا كده طريقة التوصيل بقت نضيفة ازاي? هنا بدلا ما كنت هجيب الار اكس اروح اوصله بالتي اكس مجرد ان انا عملت ديفولت. عملت طرف. كتبت عليه تي اكس ووصلته بالتي اكس. وراحت جاي هنا في الار اكس. عامل ديفولت برضو وكتبت تي اكس. ده معناه ان ده هيبقى متصل بدقة. وهكزا مع كل حاجة هنا. وهكزا مع كل حاجة هنا. اللي هيختلف بس هنا ان انا عكس اطراف التوصيل. يعني الاس اوتبوت ده. والكلوك اي بتسعة. اللوت بتمانية. الاس او بحداشر. بس هو ده الفرق. زي ما انت شايف هنا الصفر وصل بالصفر هنا الواحد وصل بالواحد بدون اي اطراف تلعبك الدنيا. لان احنا محتاجين ستاشر بوش بوتن في الحالة دي. طيب بالنسبة لده هيتوصل ازاي زي ما قلت لك قبل كده. باجي هنا الطرف ده اللي هو الشيفت اوتبوت. طرف الشيفت اوتبوت. بوصله على مين? على الشيفت اينبوت هنا. يبقى انا ده لما اجي اوصل اكتر من شيفت ريشستر هجيب الاوتبوت هنا. اروح موصله على الاينبوت هنا. بص هنا اخد نفس اللابل اس اي اس اي. خلاص? بس. وده الاوتبوت بتاعه اروح اوصله بالاردوينو. طيب بالنسبة لدول هي او بص دي الاول وال 볼 호 advertisers ده وصلة بالكلوك.聞ç هي الاول دول وصلين ببعض. ووصلين بمين? ووصلين بترف القلوك في الاردوينو. نفس الكلام اللي انهبت وانه اللوت. نفس الكلامako. وصلين ببعض. يبقى انا كده باربع اطراف بس زي ما انت شايف هنا كده اربع اطراف عملت ايه؟ باربع اطراف انا وصلت اتنين شفت ريجستر. حصلت منهم على ستاشر مدخل. طبعا هنا طبعا انا رقمتهم واحد صفر واحد اتنين وهكزا الحد خمستاشر يبقى ده معناه انه هما ستاشر. ستاشر بوش بوتون. وصلين كبول داون ريزيستر مع بول داون ريزيستر. وهو وصلين بالاتنين شفت ريجستر. وصلت ده تعال نشوف الكود التعدلات اللي هاتم على الكود. طيب نيجي هنا بقى. كل اللي علينا. تعال نمسح بقى الكلام ده احنا عارفنا ازاي نتعامل معها البلنات. اللي بوش بوتونات بشكل فردي. نرجع تاني اللي احنا وصلنا له. احنا وصلنا لحد هنا. ايه الاضافة اللي احنا هنعملها? هنعمل نفس ده بالزبط. مفيش اي تغيير. كل اللي هنعمله هننسى خلصات زي ما هو. نحطه تحته. ونغير اسم المتغير. اسم تاني. بنفس بنفس كل حاجة. بنفس كل حاجة. بس بدل ما كنت بعمل بمرة واحدة. هعمل بعدد مرات اللي انا موصلهم بطريقة. يبقى انا هنا بما اني موصل اتنين هعمل مرتين. كل مرة فيهم بتمانية بت. هاجي هنا طيب انا عايز اطبع الستاشر بقى جنب بعض. يبقى هعمل ايه? هنسخ الفور لوب دي زي ما هي بالزبط. هاجي هنا بعد ما خلص. هعمل فور لوب. بعدها على طول هستخدم نفس المتغير هنا بتاع الفور. ولكن هنا ريسيف وون. ريسيف وون. يبقى انا متوقع ايه? بعد اللي انا عملته ده طبعا نخلي السيريال دوت برينت لاين اخر حاجة. متوقع واحد اتنين ثلاثة اربعة. الستاشر هاتبعهم جنب بعض بالمنظر ده. لو انا ضغطت على رقم زيرو اللي هو في البداية او الاول على الشمال هيبدأ يخليه ده بواحد. لو انا ضغطت على رقم خمستاشر هيخلي ده بواحد. وهكزا. هما ده تمانية الواحده وده تمانية الواحده. تمام? لان ده متغير وده متغير. بس انا هتضع عملة جنب بعض. عشان تشوف زي المثال الاولان اللي احنا عملناه. خلاص كده يبقى انت ممكن تتعامل مع متغير ده الواحده وده الواحده. لو اتضغط على رقم كزا هنا. اللي هو مسلا رقم اتنين. على التاني. ابدأ اعمل كزا وهكزا. طيب تعال نعمل ايه? نابدأ نروح هنا. نبدأ نعمل هنا. هني ايجي هنا. هل نعمل بلاي. طبعا لو ده افل بالمنزر ده بتضغط رايت كليك. وتقول له اخر حاجة بروح فتح لك ايه? طيب. لو انا ضغطت البوش بوتل الاولاني. زي ما انت شايف. رقم واحد في اول خانة على الشمال اتضغطت. التاني. تالت. رابع. خامس. سادس. سابع. تامن. ده اول متغير. او اول من اول التاني. انا بس عشان بطبعهم جنب بعض. اهو. انا بس عايز اوري لك محاكاة للشكل بتاعهم على السيريال. طبعا احيانا البروتيز بيبدأ يهنك زي ما احنا شفنا كده. طيب لو احنا بقى عايزين الال اي دي بنفس المنظر اللي عملناه المرة اللي فاتت. بس على هنا مسلا على ده مسلا لما اضغط ده ينورلي الال اي دي. هضيف الال اي دي. اوصله بالمنظر ده. مجرد ما ادد ده ال اي دي نفس اللي بل. حطيته هنا. ال اي دي بقى الاتنين ووصلوا ببعض. العشرة كده دي ما تنساش تغيرات خليها امتين وعشرين قوم. لان عشرة كده ده مش هتنور اصلا. احنا قلنا التالت ده. التالت ده اللي هو كام? احنا قلنا تعالى ابدأ تمانية الاتنين اربعة ستة تمانية انا اقول هنا قلنا واحد اتنين اربعة تمانية. ستاشر اتنين وثياتين. اربعة وستين مية تمانية وعشرين. بقى لو جال اتنين وثياتين على المتغير التاني الاسم نور اللي ادائي. تعالى هنا كده. ممكننا نقول له ايه? في النهاية كده. هقول له ايه? ننساش طبعا نعمل هنا مزبوط معمول لها نبدأ على طول نيكسبورت طبعا اول ما اضغط هتلاقي في دل ايه ملحوظ اهو. اللي ادائي بتنور زي ما انت شايف. بيطبع لك القيمة بتاعته. واللي ادائي بتنور. اشيل ايه دي? اللي ادائي طفت. اضغط. لدي اتنور. طب لو انا ضغطت قابله. وبعده في اي حاجة بتتأثر. فيش اي حاجة. فانت كده عرفت تتعامل ازاي مع اتنين شفت ريجستر. لو هتوصل تلاتة بنفس الفكرة بالزبط. هتضيفي التالت هنا. هتخلي السيريال اوتبوت بتاع التالت يدخل بالسيريال اموت بتاعي التاني. وتسيب كل حاجة زي ما هي تزود عدد البوش بوتونات بتاعتك توصلهم بالتالت. تمام? الكولوك هي هيها تبقى وصلة بالكولوك. الانهابت بالانهابت. واللود باللود. بس. وكل اللي هتعمله بقى بالنسبة هتيجي هنا في الكود تعمل بمرة كمان. ل متغير التالت سميه اسمه مختلف. وتبدأ تعمل المقارنة عليه زي ما انت عايز ريسيف سري ريسيف تو اي ان كان انت عايز تعمل المقارنة عليه عارفنا الطريقة دي. طيب. لو انا مش فاهم يعني مش عايز الكلام ده. مش عايز اطبع الكلام ده كباينة ري. انا عايز اطبع ابو الكويمة اللي انت بتدخلها لي في الاف كونديشن. طيب انت هيتيجي كده. تروح اعمل الاتي. كده هوري لك الكويمة اللي انا كنت بقول لك عليها واحد اتنين اربعة تمانية ستة واشرة اتنين تتين اربعة ستين وكزا. نبدأ نعمل زي ما انت شايف هنا صفر هنا صفر طيب لو انا جيت ضغط هنا واحد اتنين اربعة تمانية يبقى دي الكويمة اللي بتدخلاله في الاف كونديشن لما تيجي تقارن قيمة المتغير سواء او 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 اللي اغطي هنا ده اربعة بالنسبة للمتغير التاني. ده. ده مية تمانية وعشرين. ده مية تمانية وعشرين وهكزا. انت كده فهمت القيم اللي اللي ايه اللي انت بتقارن بيها لما تيجي تعمل اف كونديشن. في حالة النهاردة تعاملنا مع shift register من نوعية parallel input serial output. تعملنا في تطبيق ازاي نوصل بيه تمانية push button بعد كده وصلنا اثنين مع بعض shift register تمام. ووصلنا ستاشر زي ما انت شايف ستاشر input على اربع اطراف فقط من الاردوينو. يبقى ستاشر input على اربع فقط يبقى انت ضفت اتناشر input زيادة. تمام? على اربع اطراف فقط. انت كده بالطريقة دي عرف تتزود عدل digital inputs بتاعتك بتاعت الاردوينو. كده يبقى انت تعرف تزود digital input بحلقة النهاردة. تعرف تزود عدل digital output بالحلقة بتاعت shift register الخمسة تسعة خمسة. بكده تكون انتهت حلقة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.